أهلا بحضراتكم جديد يمكن منذ قليل اتطمننا على الوضع الطبي بقى بتاع أكتر من لعب في الفرق محمد شريف الجهاز الطب النهاردة عمله أشعة رانين منذ لحظات ظهرت النتيجة الحمد لله شد خفيف بس حتى الشد الخفيف ده في العضرة الخلفية محتاج من أسبوع لعشر تيام راحة ويدخل المطشط على طول يعني هو مؤكد بنسبة كبيرة أو نسبة تامة إنه يغيب عن الفريق المطشين اللي جايين مطش قيمبي ومطش طريع الجيش لكن بإذن الله تعالى ابتداء من مباراة المصري ثم مباراة الجونة يكون موجود شريف في الفريق إن شاء الله ده محمد شريف شد خفيف يحتاج من أسبوع لعشر تيام يغيب عن المطشين الاتنين اللي جايين وإن شاء الله المطش تقالت مباراة المصري يكون موجود في الفريق بإذن الله بادر بنون لغcia دلوقتي نتيجة البسيار بتاعته ما ظهرتش الجهاز وكله منتظر نتيجة عمل مسحة يمكن الأعراض خفت خالص لأنه كان متأثر شوية بأعراض كورونا يمكن ده اللي خلاه كمان ما ينفسش بعض التدريبات البدنية الجدة والشقة في خلال فترة العزلة وكان خضع لبروتوكول صحي أو طبي مكثف الجهاز بينتظر نتيجة البي سي آر وإن شاء الله يتطمن عليه اللي لديه بتطلع نتيجته سلبية ويرجع يتمرن بقوة كهرباء قلتلك وتعملت له مسحة طلع الحمد لله نتيجته سلبية جي النهاردة للتمرين شارك في جزء من التمرين البدني وحالته جيدة ويكون موجود إن شاء الله في المباراة اللي جاية يمكن أكرم عبد مجيد أكرم توفيق كان عنده كادمة خفيفة في المباراة الأخيرة التعالج منها النهاردة وعمل تدريبات في الجيم وللحمد لله حالته جيدة ومطمئنة لكن الاتنين اللي راجعين من إصابات بعيدة يا باشماندس الكل مبسط جدا من التمرينة بتاعة محمد محمود وكريم ندفد الاتنين موجودين مع الجهاز الفني الاتنين بينفزوا كل اللي مطلوب منهم ككورة وتحت أمر بيتس ومسيماني هم جاهزين 100% قرار إشراكهم مسألة فنية تخضع بس هو الحقيقة يعني أنت الظرف اللي إحنا فيه هيسمح بالكلام دولة لأ أنك لعيب بقاله سنة الناس ما شافتوش هتشركوا في ماتشاط مصيرية إلا لو لو الظروف تريحك شوية اتنين لعيبهم مهمين جدا جدا لو دول في حالتهم لا إضافة نوعية جدا جدا نتمنى إن شاء الله بالذات لأنه حتى الاتنين عندهم مرونة عالية جدا بيقدر المدارين بيستعين فيهم في أكتر من مركز وعندهم نهم يرجعوا وعندهم شخصية وعندهم التزام وخلق نماذج رائعة يعني مش بس لعيبة كرة يعني نتمنى إنهم إن شاء الله يكونوا إضافة في الفترة دي لأنه أديكم شايفين الإصابات وشد خفيف يضيع عليك ماتشين ثلاثة شد خفيف لإلى إنه أنت بتلعب كل 48 ساعة أو كل 72 ساعة مباراة بتريح يومين وبتلعب مباراة الفريق بيلعب الأربع يريح خميس وجمع ويلعب ثبت وهكذا يريح حد واثنين ويلعب الثلاث فضغط الجدول مخلي حتى المدربين في كل الأندية ما عندهاش أي فرصة ليعمل علاج لأخطاء ولا يصلح ولا يعمل لا يدوب ريكوفري أو استشفاء سريع ويبدأ يدخل في المباراة اللي بعدها